من جد الترحيب بحضراتكم أعزائنا مشاهدين في آخر فقراتنا الحوارية اللي هي مخصصة لأفات محاصير الحقل الصيفية وطرق مكافحتها ولكن زي ما حضراتكم متعودين أنا يعني بحب قوي أن أنا أبسط المعلومات وحتى اللي امتبعنا من غير قطاع الزراعة برضو يبقى مشاركنا يقدر ياخد برضو معلومتين يحتفظ بيهم أكيد مفيش معلومة في الدنيا بتخصر بيسعدني النهاردة يكون معايا حد متخصص جدا 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 في هذا المجال منورني القيمة العلمية والقامة دكتور إبراهيم مخيم الرئيس قسم بحوث آفات محاصير الحقل بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية برحب بيك فندم أهلا وسهلا أهلا وسهلا زي حضرتك أهلا وسهلا يعني عندما تخش في موضوع الصيف ومحاصيله وحشراته أنا حابب حتى اللي بتفرج علينا وحابب ياخد معلومات عامة يعني عايز أعرف يعني الخريطة بتاعة الآفات الزراعية الخريطة على بعضها كده بتتقسم إزاي بتتقسم هل حسب الطريقة اللي بياخذوا بيها الآفة النبات يعني ولا هي لها علاقة بعائلات معينة من الحشرات والآفات ولا هي لها علاقة بالمحاصيل نفسها يعني عايز خريطة من حضرتك تفاهمني يعني مجموع الآفات اللي ممكن تهاجم المحاصيل الزراعية الأول نبتدي الحلقة بالنحن الأول هنتعرف على المحاصيل الحقلية الصيفية المحاصيل الحقلية الصيفية دي عبارة على المحاصيل الاستراتيجية بتساهم في الحفاظ على الأمن القومي من توفير الغذاء للشعب المصري إيه هي المحاصيل دي أهمها وعلى رأسها الدراء الشامية يليها أصب السكر وده بيتركز في منطقة الصعيد الدراء على المستوى الجمهورية يليها محصول الأرس ده بيتركز زراعته في مناطق وجه بحري يليها الدراء الرفيعة ودي بتتركز في محافظة أسيوت وفي مصر الوسطى وهناك بعض المحاصيل الأخرى لكن أقل أهمية زي فول الصوية عباد الشمس الفول السوداني محصول السمسم وهي من المحاصيل الزيتية بعد كده حضرتك كده عرفنا المحاصيل هي إيه المحاصيل دي بتصاب بنوعين من الأفات الصجر أهي بقى الشجر أفات حيوانية وأفات حشرية كويس الحيوانية نبتدي بالحيوانية عشان قليلا نخلصها بسرعة الحيوانية بتسمع أول حاجة القوارض القوارض دايما مشاكلة بتبقى متركزة في الأصب أصب السكر في محافظات الصعيد نظر أن المحصول بيتزرع لأكتر من موسم وبيبقى موجود في الأرض خلفة أولى وتانية وتالتة ومنقر رابعة وخمسة فالأرض بتصاب بالحشائش ومأوى مغبأ لهذه القوارض اللي بتهاجم محصول الأصب القافة التانية اللي هي الطيور الطيور ومنها العصفير والعصفير بتظهر مشكلتها في أن هي تقضي تماما على الزراعات الفردية لمحصول الضرع الرفيعة أما الغراب فده مشكلته أصبحت مشكلة نظرا لأن تشغروا بكسرة وتوافل مكال بالكمامة وأنه هو بيتربع القمامة وفي المناطق قريبة من المنازل بيهاجم بادرات الضرع وبيؤدي إلى إعادة الترقيع أو إعادة الزراع القافة الحيوانية اللي بعد كده اللي هي الأقاروس والأقاروس أو العنكبوت الأحمر العنكبوت الأحمر بيهاجم عندنا في المحصيل الصيفية المحصولين أهمهم فول الصوية والسيمسم ده بالنسبة للأفات الحيوانية ناجل الأفات الحشرية الأفات الحشرية بتصاب المحصيل بمجموعة كبيرة جدا من الأفات نبتدي من طور البادرة في الضرع المزروعة مبكرا وخاصا في شهر إبريل بتصاب بالأفات المجرعة في الطربة زي الحفار والدودة الأرضى الفرق بين الاثنين من الحفار والدودة الأرضى الدودة الأرضى بتققر للنبات على مستقنص سطح الطربة والنبات بيجفه وبيموت أما الحفار بيصنع أنفاق أسفل سطح الطربة فإذا سيضافه جزور النباتات بيكون بيقصها فالنبات بيخرب بجزء من الجزور ده بالنسبة للحفار والدور الأرض بتشتاد الأصابة فيهم بالمحاصيل بالدورة اللي بتزرع على خطوط المحصول السابق لأن الحرث أحد الوسائل المهمة لمقامة هذه الأفات حيث أن الحرث بيعرض هذه الأفات الموجودة في الطربة للأعداء الحيوية من الطيور التي تقوم بالتقاطها والتغذية عليها وبالتالي بتقلل تعدادها أيضا يصاب الأصاب السكر بحشرة الجعال النتيجة لأن الأصاب بناخد منه محصول غرس وخلفات فالمحصول ما بيشتلش موجود في الطربة والناس بيستمت بسماد بلدي حديث فبيؤدي إلى زيادة تعداد يرقات الجعال وبتؤدي إلى وجود نسبة فقد في محصول الأصاب وخاصة في محافظة الصعيد في ناجع حمادي وفي محافظة إينا بصفة عامة جعال إلى الخنافس؟ الجعال إلى الخنافس في نوعين من الجعال اللي هي بتتغذى أسفل الجورة بتاعة الأصاب وبتقضي إلى كرد الجزور نظرا أن الأصاب بيرتفع ووزنه بيتقل فبيتفسخ وبيتقلع وبيجف طالي ما بقاش لي أي قيمة وتسوي جميل الآفل اللي بعد كده يصاب أيضا المحصيل بعدة آفات منها الصاقبات فتصاب الضرة والأصب والأرز والذرة الرفيعة بسلاسة أنواع من الصاقبات باللسبة لدوت الأصب الكبيرة بتصيب الضرة الشامية والأرز وتصيب الضرة الشامية والذرة الرفيعة والأصب دوت الأصب الصغيرة تصيب الضرة الشامية والأصب والأرز دوت الضرة الأوروبية لا تصيب إلا الضرة الأوروبية أيضا تصاب المحصيل الصيفية بالحشرات التي تتغذى على المجموع الخضري ومنها دوت ورق الأطن الكبرى والصغرة وأيضا الآفة التي هاجمت مصر في دوت الحجد اللي هي دوت الحجد الخريفية لكن الحمد لله ربعاً تمكنت أجهزة الدولة من الحد منها وإيقافها في مناطق التي أصيبت دا أيضا تصاب المحصيل بحشرات الشوت فلاي أو زباب موت القلب وده بتظهر واضحة في الأعلاف الصيفية وفي جنس السورجم لها الضرة الرفيعة هي زبابة صغيرة تتغذى على قلب النبات وتؤدي إلى موته وجفافه وبيتجه النبات إلى إنتاج خلفات ولكن الخلفات بتبقى متأخرة ما بتحقش تندق مع المحصول وبالتالي بتقلل المحصول تصاب أيضا المحصيل الصيفية بزباب الأنفاء ومنها؟ صانعات الأنفاق دا زباب صانعات الأنفاق أيضا اللي موجودة على في الأصب وأنا كراجل متابع ونسبة التواصل معي بيبقى في مشاكل في الليف ماينارس اللي هي بتصيب الأرز والزرة وأيضا في محصول فول الصوية تصاب أيضا المحصيل الصيفية بنططات الأوراق وخاصة الضرة الشامي بتصاب بنوعين بين النططات الأوراق هذه النططات عبان على حشلات ساقيبة ومصة تمتص عصير النبات وتنقل له أمراض فيروسية نقلا بيولوجيا حيث الفيروس بياخد دورة داخل جسم النططات الأوراق وبيرجع ينقله للعائل بتاعه اللي هو دودة اللي هو الضرة ومنها ثلاثة أنواع من الأمراض في السمسم في مرض اسمه الفيلودو ديزيزو ده بيتنقل بنططات أوراق أما في الضرة في الكورنستانتس بيلولازمة ده بيتنقل بنوع اسمه سيكاديولينات شايناي وفيه الميز استريك فيروس والميز ييلو سترايب فيروس ده بيتنقل بنطات سيكاديولينات شايناي وسيكاديولينا بايبانك كتيل أيضا تصاب المحاصيل الصيفية بالآفة الأخيرة اللي هي المن ويتركز إصابة المن في الوقت الحالي في مصر الوسطى ويوجد بها مشاكل نظرا إلى الإهمال في مقومتها وصلت لحد الندوة العسلية في محصول الضرة الرفيعة وفي بعد السنوات بتهاجم محصول فرصوية لكن بيمكن التغلب عليها أما في الضرة الرفيعة فإذا لم يتم مكافحتها موكلا نظرا لأن النبات بيرتفع وبيصعب التعامل مع الحشرة فبتزيد من ضرر وفاق المحصول جميل دكتور إبراهيم النهاردة يعني مع هذه العائلة الكبيرة قبل ما نخش في تفاصيل مقومة حشرة حشرة أو آفة آفة من دول أكيد في بعض القواعد العامة اللي هي على الأقل ممكن تنزل يعني من معدلات الزبق زي مثلا الحفاظ على نظافة الحق تبعى الضرعية فعايزين نعرف من حديدك برضو إيه هي القواعد العامة قبل ما نخش بشكل متخصص لكل آفة من دول المتحللة لأننا احنا قلنا من شوية إن إضافة السمات الغير متحل بقدر الإصابة بالجوعة عدم حرص الأرض بيؤدي الإصابة بأفات الطربة اتباع الضرع بيؤدي إلى تكرار الزراعة المحصول وبالتالي الآفة بيقى موجودة في الطربة تتوطن وتاخد مناعة من الأدوية خاصة في زباب موت القلب اللي احنا قلنا في الضرع الرفيعة أيضا نظافة الحشائش حيث الحشائش بيعتبر عائل بديل هي مأوة للحشرات الوضع البيض تاني حاجة بتنفس النبات فبتضعفه بأكثر عدد الإصابة للحشرات أيضا إضافة المعادلات السمادية الموصبة بها يعني عدم مغالفة إضافة السماد الأزوتي سماد الأزوتي بيقى النبات يبقى غض وبالتالي بيبقى أسهل للإصابة بالحشرات للتغذة على المجموع الخضري الاعتدال في الري لأن زيادة الري بتأدي زيادة الرطوبة زيادة الرطوبة بتأدي إلى توفير الجو الملائم للإصابة بمعظم الآفات وخاصة المن دي تقريبا كل الإزراعة في الوقت المناسب في المعادل المناسب المنصب به لأن الوقت المناسب ده بيبقى وقت مدروس من قبل الباحثين اللي بيدي لك أقل إصابة وأعلى وعندنا أيضاً الإفراد في استخدام الأزوت وبيخلي النباتات خضرة وغضة فبتبقى برضو بتشكل جذب كبير جداً وأنا سعيد جداً أن حدق لفت نظر لاستخدام الأسميدة البلدية الغير متحللة أو غير كاملة التحلل وهذا يعني الملف اللي الدكتور إبراهيم فتحه ده ملف في منطقة الأهمية وكنا بنقول دايماً أن استخدام هذه الأسميدة الغير متحللة بشكل جيد مش بس ممكن يجب لنا الجعل ده أيضاً ممكن يجب لنا بذور حشائش ضرة موجودة وتطلع لنا تاني لأنها بتبقى نزلة في الروس بتاع الحيوان نفسه يعني سبحان الله بيزرق السمات جهزة على طول تطلع يعني بالإضافة إلى أنها ممكن تعرض المستخدم أو المزارع اللي رجله في الأرض وإيده في الأرض دايماً لمجموعة كبيرة جداً من الطفيلات الضرة اللي ممكن تدخل جسمه هو نفسه وتمرده يعني إذن موضوع استخدام الأسميدة الغير متحللة ده موضوع احنا تكلمنا فيه وقوتي لبحثاً وقلنا أنها لازم تعامل بالجير الحي وتتعرض للشمس لفترات طويلة وتتخمر وتاخد وقتها لحد ما تتحل عشان نقدر نستفيد منها وكمان نقي نفسنا من هذه المشكلات يعني أنا بس سعيد جداً بأن حداك حطيت كده الأول لستة عريضة جداً ممكن تقينا كثير جداً من المشكلات وماشي على كل الأفات في نقطة حضرتك بس أخيراً في الموضوع استخدام الصنف المناسب آه مهم قوي فهناك هجن وأصناف اللي هجن دي بتختبر من قبل مركز بحوص الزراعية للإصابة باقي الأفات ومن حيث الإنتاجية ومن الإصابة الأمراض احنا كما عم متخصص في دراسة أو اختبار هذه الأصناف للإصابة بالحشرات باب نطلعش الصنف أن لما بيكون مقاوم عند نسبة مقاومة أو قوضة على التحمل للآفات الموجودة تحت ظروف البيئة المصرية طيب في ظل هذه العائلة الخطيرة من الآفات اللي حديك سردتها أكيد في بعض يعني إيه الأبطال أبطال الشر يعني فتفتكر مين هم الأشد خطراً على الزراعة المصرية في ضمن مجموعة الآفات اللي حديك تكلمت عنها هو كلهم يعني أبطال شر كلهم لكن كل واحد بيبقى مركز أكتر على حاجة معينة سي مثلاً على الأصب جات الحشر الكشرية أخدت لها فترة طويلة كانت يفكيبست على محصول الأصب اتدت الحشرة تنزل من الأول بريك بتاعها وينخفض وتعدادها بيقل لكن ابتدى يظهر في المقابل دوت الأصب الكبيرة أصبحت تشكل الآن خطر وفيه كثير من الشكاوي فيه أن الآفة دوت الأصب الكبيرة بتهاجم المحصول الأصب في الصعيد وحليك قلت الضرة كمان الضرة الضرة كان الكبست بتاعها الصاكبات دلوقتي حالياً بدخول دوت الحشد أتباع أصبحت في المحافظتين اللي هي دخلتهم هي الكبست لكن إحنا عندنا في المصر الوسطى وفي بحري في الصاكبات ما زالت تحتل الخطر الأكبر على هذا المحصول مثلاً الدوت الأصب الصغيرة في الضرة في مصر الوسطى بتصيبها بنسبة بسيطة في واجه بحري أصبحت كيبست على الرز على الرز هي الآفة الرئيسية على القرص فبتختلف لكلهم خطر لكن بتختلف حسب المحصول الزواب تموت القلب كيبست على الضرة الرفيعة المن كيبست على الضرة الرفيعة لفس القصة فالجعل في بعض المناطق في محافظة السهاج وفي نجاح حمادي بيعتبر القفة الرئيسية أيضاً على القصب طيب خلينا نمسك بقى حاجة حاجة من دول ونشتغل عليها واحدة واحدة كده ونفهم المزارع بتاعنا اللي بتفرج علينا إزاي نقدر إن إحنا نكافح هذه آلافات خلينا الأول يعني في الشكل وفي المنظر وفي المظهر الفرق بين دوت القصب الكبيرة ودوت القصب الصغيرة باعتبار أن هم اللي اتنين ممكن يتوجدوا على الضرة وممكن يعني ما يكونش في حد قادر إن هو يميز بينهم دي شكلها إيه ودي شكلها إيه وقاوم دي إزاي وقاوم دي إزاي أولاً حضرتك دوت القصب الكبيرة دي بتصيب نتكلم على المحاصيل اللي بتصيب بتصيب درة رفيعة والدرة الشامي وبالصيب الأصب إزاي دوت القصب الكبيرة أصابت نبات درة فكده عندك كوز مفقود كل نبات بيصاب بتأدي إلى موت القلب وبالتالي ما بقاش فيه نبات وبالتالي الكوز مفقود عندك أوكي في الدرة رفيعة بتصيبها وهي صغيرة بتأدي إلى التفريع في الدرة رفيعة أو في مرحلة طرد الأنديل وبتأدي إلى تعرفونها وفي نفس نفس القصة إن هي بتؤدي إلى فاء كوز أما في الأصب في الأصب بتصيب الأصب في مرحلة في مرحلة البادرة وتؤدي إلى قتل أو موت قلب البادرات فيتجه الأصب للتفريع يخلف خلفات جديدة فدي ما بتبقاش مضرة زي الضرة وزي الضرة رفيعة ده بالنسبة لدودة الأصب الكبيرة دودة الأصب الصغيرة دودة الأصب الصغيرة لا تصيب الضرة أصبحت لا تصيب الضرة في وجه بحري لكنها بتصيب الأرز وبتسبب ظاهرة موت القلب قلب نبات الأرز اللي هيطلع منه السنبلة بتاع نبات الأرز ده هيموت وبالتالي إما السنبلة بتتكون وبيتغزة على الصق أو على حامل السنبلة بيؤدي إلى وجود ظاهرة السنبل البيضاء اللي هي بتأدي في الآخر برضو لكل المحصور خلينا نتكلم عن المكافحة حضرتك هي فقلنا الإصابة بدوت الأصب الصغيرة الكبيرة مفيدة في الأصب لكن في الضرة وفي الرز دوت الأصب الصغيرة تؤدي إلى عمل نفق دائري احنا بنقول لها الضوارة بفعل الرياح وصق الوزن النبات يؤدي إلى كسر النبات بما عليه من كوز وبالتالي بيفقت لكن الميزة في دوت الأصب الكبيرة إنها بتصيبه في مرحلة مبكرة يمكن المزارع الترقيع أما في دوت الأصب الصغيرة يكون في مرحلة متقدمة من عمر النبات فبالتالي بتؤدي بتكون أكثر ضررا تأثيرها ضررا أكثر ضررا سواء كان في الضرة أو في الأصب طيب نكفيحها إزاي بقى؟ المكافحة الحشرة دي بتمكن موجودة في فصل الصيف سواء كانت دوت الأصب الصغيرة أو دوت الأصب الكبيرة لكن في فصل الشتاء بتعمل بيات شتو ففي نهاية أشهر الصيف في الموسم النيلي بتدخل في البيات في قعوب الضرة أو قعوب الأرز الدوت الأصب الصغيرة في قعوب الأرز أما دوت الأصب الكبيرة في قعوب الضرة وفي أحطاب الضرة فأما بتبيت في الأش مفروض نحرق الأش قبل شهر مارس وهو وقت خروب فراشات دود الأصب الكبيرة اللي هتحط بيات وتبدأ الجيل أما في دودة الأصب الصغيرة بتخرج في أبريل فيجب أن تتخلص من الأحطاب الضرة الموجودة في المنازل قبل شهر مارس دي أول حاجة الحاجة التانية يجب أن تتخلص من العوائل البديلة اللي هي الحشائش النجيلية اللي تكون موجودة في الحقول يجب الاهتمام بنظافة الحقول يمكن استخدام فيه في الوقت الحالي الدولة بتجهت إلى نشر طفيل التريكو جراما وتفيل التريكو جراما بيتطفل بنجاح على دودة الأصب الصغيرة على بيض دودة الأصب الصغيرة وبيؤدي إلى تقليل تعدادها وبالتالي هي في الصعيد تقريبا هي أندر كنترول ما بيقاش في منها أي مشاكل نتيجة لاستخدام طفيل التريكو جراما جميل طيب بنفس فكرة الطفيل ديت أنا شفت في بدر في منطقة بدر في عند الناس اللي بتزرع فراولة هناك برضو كان فيه طفيل للأكروس الأحمر أو فيه نوعا أنواع البكتيريا بيحطوه في الميا يعني معرفش يعني هل إحنا عندنا بداء الحيوية للقضاء على الأفات بعيدا عن استخدام الكيميا طبعا هو الطفيل فيه كذا معمل موجود لإنتاج الطفيل ومصانع أصب السكر في الصعيد عملت معامل لإنتاجه وإكساره الطفيل وإطلاقه في المزارع وبالتالي أدى إلى فعلا القضاء على كذا آفة منها دودة الأصب الصغيرة اللي هي تقصني وكذا آفة تانية شبيهة لها منها دودة البلح الصغرى جميل ننتقل بحضتك على موضوع المكافحة المتكملة للثاقبات ودي يعني حداك تكلمت عنها باعتبارها عيلة يعني من أخطر عائلات الآفات التي تصيب المحاصيل الصيفية ما هي المكافحة المتكملة للثاقبات؟ المكافحة المتكملة هو استخدام أكتر من طريقة في مكافحة الآفة يعني مش طريقة واحدة لازم أبدل عليها شكل عليها كده بداية إحنا تكلمنا علىها بشكل مجمل لكن كل حاجة بقالها تفصيل بداية من خدمة الأرض التخطط المناسب الزراع في المعادل المناسب استخدام الصنف المناسب عدم المرغلة في التسميدي الأزوتي استخدام الأعداء الحيوية استخدام بدائل المبيدات في المكافحة أو استخدام مبيدات اللي هي الإيكو فرندلي بيست سايت المبيدات الصديقة للبيئة كلها التخلص من الأحطاب اللي موجودة على أصل اللي هي الحشرات مبيتة فيها كل ده بيؤدي في الآخر لتقليل التعداد الزراع بالكسافة النباتية المسلأ أو الموصة بها حيث أن زيادة الكسافة النباتية تؤدي إلى زيادة الإصابة بلاش طمع بلاش طمع صحيح طيب دولة الحشدة الخرفية دي برضو من حاجات اللي هي اتعمل على بروباجاندا كتير واخدت يعني حظة كبير جدا من الإعلام هل هي بهذه الخطورة ايه هو الشكل المميز لها ازاي نقدر نكافحها هل هي فعلا خطر داهم ولا هو خطر متوسط يعني زيها زي بيت الأفات هو الحمد لله رب العالمين مصر دولة ذات تاريخ وذات نظام لها أجهزة مختصة بالمكافحة احنا مش زي دول تانية أقل مننا تقدما العملية بتبقى فيها بدائية لكن احنا عندنا دولة متمثلة في مركز البحوث الزراعية فيها علماء متخصصين وهذه آفة منظن الآفات يمكن التصدي لها وإيقاف خطرها وفعلا الأجهزة أجهزة المكافحة متمثلة في وزارة الزراعة قدرت توقف من انتشار الحشرة والتعامل معها وأنا في ناس مزارعين مجاتلهم أصابة وتعاملت معاهم وقلت لهم على يعملوا ايه وفي الآخر المحصول عدى الحمد لله رب العميل لكن الحشرة وغدى بروباجاندا على أساس أن الحشرة إذا جادت المحصول انتهى لا هو حضرتك الحشرة لو النبات عليه من 2 لـ 8 من 10 يؤدي إلى فقد في المحصول من 25% في أفريكا في بعض لأن عندهم الدينية مهملة بتصل نسبة الفقد في المحصول لـ 50% الأبحاث التطبيقية بالإصابة الصناعية للنبات حتى لو النباتات مصابة بنسبة 100% لم يتعدى نسبة الفقد في المحصول بدوت الحشرة الخريفية 20% طيب الحمد لله دي أخبار مطمئنة ولكن دائما كنا بدتكلم مع حضراتكم منقول دوت الحشرة الخريفية ممكن هو أكثر ما يميزها أما الأربع نقاط اللي فيها هتلاقيوا فيها أربع نقاط صوت كده في الآخر يعني ده شكلها خلينا برضو نتعرف من حدودك إزاي إذا إذا وجدت نتصرف إزاي يعني أنا النهاردة عندي حقله ونزلت رقيت دوت الحشرة أمه أربع نقاط في الآخر دير أتصرف إزاي أرش إيه أعمل إيه يعني حتى لو أسماء المواد الفعالة اللي ممكن أشتغلها أو المعاملات حتى الميكانيكية اللي التخلص منها أنا معرفش ممكن نتخلص منها إزاي هو معظم الناس عشان ما يعرفوش يعني إيه دوت الحش فجأة بيلاقوا إن حشرة آفة شارسة بتهاجم الضرع بتاكل الورق آه ففي الحالة دي مش هنقدر نلجأ للوسائل وقائية الوسائل وقائية دي إحنا بنتبعها في الموسم القادم اللي هو الزراعة في المعاد المناسب زراعة الهجن والأصناف القوية اللي بتحمي الأصابة له القدرة على تجديد المجموع الخضري آه آه ترك مسافات ما بين الخطوط كل خمس خطوط مثلا بنسيب خطين نقدر أو ثلاث خطوط بنقدر نزرعهم بمحصول مفترش وليكن محصول بقولي زي فولسوية آه أو فيه هناك برامج تكسيف لفولسوية الوجد إن الزراعات الضرع المكسفة مع فولسوية بتكون أكل إصابة ضد الحج من اللي هي أهو الفكرة دي من الضرع المزرع من الحكومة المزرع كلها دورة آه في الحالة دي أما يكون عندك محصول مفترش بتقدر تدخل وتقاوم الآفة آه لكن إذا المزارع دخل وليقي الإصابة عنده وهو ما عندوش أي فكرة عنها والإصابة بتبقى شارسة وبتعداد رهيب بيتعامل مع إلا إن رغم من زيادة التعداد الحشرة في بدايتها بتتغزى على بشرة الورقة أما بتكبر فيه العمر بتتغزى على كامل الورقة وفيها الحشرة دي فيها ظاهرة غريبة اللي هي ظاهرة الكاناباليزم اللي هي الافتراس الزاتي بتتغزى على بعضها بيأكل بعض والآخر بيتصل ليرقة على الأقصر يرقتين في النبات فهو فيه توصية عندنا مؤقتة لمكافحة دوت الحجد الخريفية ودي بيتم لها أسليب يجب أن إحنا اتبع الأسليب إحنا المفروض المبيد بيرش بالضغط الواطي بلعمة في قلب النبات لثلاث مواد موصبهم توصية مؤقتة اللي هي مادة الإيمامكتين بنزوات إيمامكتين 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 بنزوات إيمامكتين بنزوات إيمامكتين ده مبيد أكاروسي ده قصة 21-18-23-26-23-23 هو إيمامكتين إيمامكتين بنزوات أيها أو المصوميل 90% طبعا حضرتك أنا أقول لك أسماء مواد فعالة أسماء تجارية أه أسماء تجارية أه من الشركات المحترمة يعني ومن مصادر أهم حاجة من مصادر موثوقة عشان متاخدوش بس حاجة مضروبة آه 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 الثالث حاجة اللي هو مادة الكولوروبيرفوس مادة كولوروبيرفوس 8% على الرغم من أني أنا كرئيس قصب جات للورقة بأنه نحن بنحدد استخدام مادة كولوروبيرفوس ويمنع استخدام تماما على المحاصيل الزراعية اللي بتؤكير مباشرة لكن يتحدد استخدام بعض ولا بتترش كل واحد لوحد ولا إيه اللي بيحصل حسب شدة الإصابة آه هو بيرشها بالضغط الواطي بلعمة يرشها آخر النهار أوكي نيرش الصمح بدل كثير نحن نقول الرش مبكنا لا لا الرش لأن الحشرة غالبا بتتغزى آخر النهار والضغط الواطي عشان يملأ بلعوم النبات بسائل الرش لأن الحشرة بتبقى موجودة في قلب النبات أوكي فدي يجيب معاه نتيجة مش هيرش في أي وقت ولكن آخر النهار ويملأ بلعوم النبات بسائل الرش هو كان فيه مبيدات محببة لكن المبيدات دي لإتمنع استخدامها ومش واغد توصية اللي هي كان الديازون المحبب لكن إتمنع بقاله تقريبا سنة طيب خلاص بما أنه إتمنع إحنا يعني برضو مع القرارات لأنه أكيد في حكمة من وراء منعه يعني ولكن ده المتاح ودي المواد اللي ممكن تقاوم بها يعني دولة الحجد الخلفية وهو يعني أنا سعيد جدا أنه على قد ما فردنا لها مساحة حتى من وزارة الزراعة وفقرات مساء الزراعية أن الدكتور إبراهيم مخيمور يعني ما شو الله بيطمننا أن الفقد برضو يعني هي مش حاجة مرعبة يعني اللي هي ممكن تضمن لنا مش فيروس يعني وعلى مدر تقويل حضرتك ممكن إحنا بيستخدم المبيدات الحيوية ومنها المركز بيصنع مبيدين في مبيد الأجرين ومبيد البروتوكتو ده منتاج معت بحوص وكات نباتات ده مبيد حيوي عبارة عن الباصلة سرينجينسس ده بيتراش وخاصة في الموسم اللي يجيب نتيجة رهيبة نتيجة لأن الظروف الجوية بتبقى ملائمة لانتشار المرض وغير ملائمة لانتشار الآفة فبتخلي الآفات اللي هتدخل في فصل الشتاء واتطول معها المدة بتيبقى فيها المادة البي تي أو الباصلة سرينجينسس بتقدي إلى إنها بتصاب بيها وبتقلت اعداد الأجيال اللي هتدخل بين الموسم الجديد طيب ننتقل بحدك بقى لموضوع حشرات موت القلب وبرضو دي من العائلات الخطيرة الشريرة وبرضو عايزين نعرف إزاي ممكن نكافحها مكافحة بشكل جيد ومكافحة متكاملة أيضا حشرة موت القلب دي موجودة بتركز اللي هي زبابة ساك الفصولية وزبابة موت القلب في الضرة رفيعة زبابة موت القلب في الضرة رفيعة بتكافح بنفس الموبيدات اللي احنا كلمنا عنها في دوت الحجر الخريفية أو في الصاكبات أما بالنسبة للموبيدات الموصى بها من المكافحة زبابة ساك الفصولية أو الليف مينور في الفصولية نفس الاتنين من نفس العيرة ينصح باستخدام مبيد جهازي موصى به من كبر الوزنة طيب يعني أشهر المواد الفعالة بقى المواد الفعالة أميدا كولوبرايت أو سيا ميسوك سام يبقى دول أميدا كولوبرايت دي هتلاقيه يعني منتقى كتير أميدا كولوبرايت كحشرة جهازياً مادة تستخدم جهازياً على الأفان طيب ننتقل بمحدودك برضو لصناعات الأنفق ودي بقى يعني موجودة معنا تقريباً طول السنة يعني حشرات لها القدرة على سبحان الله بترشفوها والله بعد ساء حاجة رهيبة حشرة تخيلوا الورقة الرفيعة دي هي حشرة بتخش في نص الورقة وتفضل ماشية في نص الورقة تعمل نفسها نافق وتبقى الورقة من فوق يعني تمام ومن تحت تمام وهو الحشرة ماشية في النص عاملة نافق دي دروا تتفرجوا عليه من فوق وتلمس الورقة من فوق سبحان الله الورقة سليمة من فوق ومن تحت يعني حاجة يعني تقولوا سبحان الله لما تشوفوها لكن خلينا تعرف مع حضرتك على موضوع مكافحة آآ صانعات الأنفق صانعات الأنفق زي ما حضرتك آآ أسرت ووضحت إن آآ الحشرة دي بتحط البيض داخل نسيج الورقة بين البشرطين البشر العليا والسفلة بتفقس بيفقس البيض اليرقات اليرقى بتتغذى على نسيج الميزوفيل وبتصنع نفق النفق يا إما بيبقى خيط طولي لو في محصول نجيلي أو بيبقى خيط ملتوي لو في البقوليات في العائلة البقولية سواء كان فلسوية أو الفول البلدي أو ممكن بتعمل بلوتش زي الإصابة بزبابة أوراق البنجر وبتلقى الميزة في زبابة أوراق البنجر داخل البروتش أو البقعة في أكتر من يرقى لكن بقيت الليف ماينار بتلقى في كل ماينار في كل ماين في كل نفق يرقى واحدة بتكافح هذه الآفات باتباع غالباً يعني لا يجرى لها مكافحة كيموية لأنها بتبقى نسبتها بسيطة وغير مؤثرة لكن في المحاصيل الشتوية تبقى كترة جداً في الصيف إذا زادت عن حدها واللي المزارع حاس إن هيبقى فيه خطورة على المحصول ممكن بتكافح بمادة السيوميساكسام على أساس إنها مادة جهازية وموصبية طيب ننتقل برضو إلى آخر حد بقى معنا في العائلة الصيفية نططات الأوراق نططات الأوراق دي يعني شكلها إيه أشهرها إيه هي عناكب ولا دبان ولا زباب ولا حشرة ولا هي إيه بالزبط أنا مش يعني عايز أأخذ معلومات من حد بك الليف مططات الأوراق اسمها الإنجليزي الليف هوبر دي حشرات تابعة لردبة هوموبترا متشابهة الأجنحة هي حشرات صاقيبة مصة لكن هي فيها ميزة إن هي تمشي بالجنب ولا حركة سريعة تطورها ناقص بتبقى حشرة بيضة حرية فرد كامل ما فيش شارك ما فيش شارك حرية حشرة حرية فرد كامل الحشرة دي بتتغذى بامتصاص عصارة النبات ليها أجزاء فم إبارية تغرسها داخل نتيج النبات وبتبتدي تنتص العصير نتيجة لامتصاصها العصارة لو تغذت على نبات مصاب بتاخد معاه جزيئات الفيروس أو المسبب المرضي أيا كان مثلا مرض الفيلوديديزيوس اللي هو أو ده عبارة عن بلانت سبيروبلازما أو كورلستانت سبيروبلازما فبتمتصها مع العصير بتدخل في المع الوسطي للحشرة بتخترقه وبتخش في الدم بتاخد دورة فبتنقل المرض بعد ما بتاخد دورة بيرجع ينزل مع سليفر جلانت أو الغدد اللعابية وبتحقنه تاني أثناء التغذية عن نبات السليم يعني خدته من نبات المصاب خد دورة خد دورة دورة دي ممكن تصل لأسبوعين إنه يتقاصر داخل حتى يصل للتعداد اللي ممكن تحقن به نبات تاني مصاب النبات المصاب بياخد الفيروس بعد ما بتحقن فيها بياخد فترة فترة حضانة داخل نبات حتى يزهر الأعراض الأعراض بتختلف من نبات لآخر حسب العمر اللي أصد فيه النبات فكل ما كان النبات بيصاب في عمره صغير يكون الضرر أكبر كل ما النبات يصاب في عمره كبير الضرر بيبقى أقل جميل طيب عايزة أنتخل محاضاتك بقى دي المجموعة يمكن اللي مش هتبقى من أشهر الأفات يعني اللي انتو بتركزوا معاها لكن احنا سردنا لها برضو جزء في الفقرة بتاعتنا الأفات الحيوانية يعني اللي حداك اتكلمت عنها النهاردة حداك كنت بتتكلم عن الطيور بتتكلم عن العصفير بتتكلم على الأكروسات العناكب إزاي نقدر نكفحها لأنها برضو تقريبا شغالة معنا طول السام ناخدهم كده واحد واحد وقبل ما نوصل للعناكب عايزك تفاهم برضو أستاذ المشاهدين ليه عن كبوت محصوب ضمن الحيوانات مش محصوب ضمن الحشرات الحشرة دي عبارة عن ردة مستقلة بتتميز بوجود سلس أزواج من الأرجل سلس أزواج يعني ست رجول ست رجول أما الأكروس بيبقى ليه أربع أزواج من الأرجل تمانية هو شكل التروس بيضر العنكبوت الكبير لكن بيبقى على صغير على صغير عشان كده هو مدرك تحت الآفات الحيوانية وليس تحت ردبة أو الأفات الحشرية بسبب عدد الأرجل العناكب مصنفة ضمن ردبة الحيوانات وليس ردبة الحشرات نسرد محلق تاني الأفات اللي هي الحيوانية الكوارد الكوارد بتقرض الأصب وبتؤدي إلى لو أرادته بتؤدي للأصب بيسقط بيكسر أما بيكسر لو فيه جزء للسلامس النبات بيبتدي يطلع براعم البراعم دي بتكسر السكر وبالتالي حتى لو العود سليم لكن بيبقى خالي من السكر ومن السكر الكسر فيه تجل تكوين البراعم عشان كده الدولة بتتبع النظام المكافحة وفيها أجهزة بتقوم بتوزيع الطعوم السامة اللي هو في سويد الزينك المحمل على جريج درع أو محمل على الأمح في المناطق أعتقد أنه أنا مش تنفيذي في الجمعات الزراعية بأمجاني تقريبا وبتوزع على حواف الطرع والمصارف وفي أسفل جزور النخيل لمكافحة القوارد دي الأماكن اللي بيكسر فيها بيكسر فيها الفينات بس أكيد برضو يعني مع استخدام هذه الموبيدات في بعض التصرفات أو السلوك اللي المفروض يتحلى به المزارع عشان نقل الأعداد يعني هذيك كنت بتتكلم برضو حاجة أساسية التخلص من الحشائش الموجودة على جوانب الترع والمصارف بس حاجة أساسية أساسية دي أساسية لأنها بتعتبر شلطة مقوى للآفة وزي الكوارد زي الطيور البرية في الشتاء بتبقى مقوى للقواقع كآفة حيوانية هي في الصيف مبيتة لكن مبيتة فين في الحشائش الموجودة على جوانب الترع والمصارف يبقى إذن الحشائش دي لازم نخلص منها عشان نتخلص من القوارد لأنه مش دايما الحل أني أرمي دواء وورمي كيميا وورمي السموم وبتاع الحاجات دي طبعا لها فوايد لكن برضو يعني نقلل من استخدامها بإن إحنا دايما الأرض بتاعتي نكون ما فيهاش حشائش يعني نخلص من العائلة الأساسي الأول قبل ما نفكر حتى في فكرة المكافحة يعني تاني حاجة حضرتك في الشلطة المقوى ده هو أنت أما شلته شلت الحشائش دي عرضت الفار للعدل الإحياء بتاعه سواء السؤور آه بوم البوم كل الأعداء الحيوية اللي بتتغذى التعبين يقدر هو شايفه وكشفه يقدر ينقض عليه وبيصطادم وبيقلل يخلصنا النفران تعداده الحاجة التانية اللي احنا هتكلم عليها العصافير العصافير مشكلتها بتكمن في زراعات الضرة الرفيعة عشان كده بنقول يجب الزراعة الجماعية وأنا شفت بعيني ناس زرعة مبكر ولكن العصفور ما خلاش إلا البوص ولا يوجد ديه أي حبوب فيه ناس لوقتي لاجت إلى زراعة مبكرة لكن ما بتسيبش المحصول أنه هو يكمل بتقوم بحصاد المحصول وعملوا سلاج وده بتبقى حاجة كويسة أن هي بتتخلص من المحصول بما عليه من أفات جميل طيب الطرق التقليدية كنا زمان بنسمع يعني عن خيار المقاتة ومش عارف هل هي يعني ما زالت فعالة وأن العصافير بقى ساكن جنوريشن بقى أسكية شوية ما بحواش معاهم خيار المقاتة لا هو فيه مادة الوقتي المادة دي أنا أعتقد أن هي بتستخرج من الصقر نفسه فالعصافير بتعرفاها مجرد أن المادة دي أعتقد فيه شركة بتنتجها بتترش فتعمل كمادة طاردة للعصافير ريحتها بداية العصافير لا ريحتها ريحت المفترس اللي هيتغزى الصقر آه أوكي الصقر اللي هو هيتغزى الفكرة في كده المبيد بتاخد ريحت الصقر فهي بتشمه بتعرف بس ريحت الصقر تجري هي تقيق لها أن المفترس العادة بتاعها اللي هيكلها موجود في راية في المنطقة آه أوكي لكن فيه حد بيرش ومحدش بيرش لكن يجب أن هي التخلص من العشاش اللي موجودة على الأشجار الزراع الجمعية عشان تتوزع الأصابة ومتقل آه استخدام وسائل الإزعاق سواء كانت فيه مدفع صوت بيزعجها فيه ناس بتعمل مروحة بتدور بفعل الرياح بتعمل صوت آه فيه ناس بيعلقوا أشارطة الأشارطة النيلون اللي بتلف بها الحلويات بتعمل صوت مع حركة الريح خروشة دي خلت العصافير يعني تختفي شواء بتحد من آه وجود العصافير طيب نرجع بقى للحيوان الأشهر على الإطلاق في عالم الأفات أكروسات أو العناكب إزاي نقدر نكافح هذه العناكب برضو لأنها برضو بتسبب أضرار جسيمة تخطينا الغراب اللي هو آه آه أوكي أوكي الغراب أنا نسيت الغراب في الغراب آه هو مشكلة الغراب في الغراب بتاكمن في حكتين مشكلة في نهاية المحصول همه أنه هو بيتغزى على الكزان ودي بتبقى الليلة بيأخذ رزعه لكن المشكلة فيه الخراب والضمار اللي بيعمله في مرحلة البادرة آه بعد الزراعة بأربعة أيام والنبات في مرحلة بداية الإنبات الغراب بيروح بيحفر على البادرة وبيقوم بالتغذية عليها على الجنين بتاع الحبة اللي لسه بتنبه الغراب بقى الغراب طبعا زكي جدا فاحنا بنخلص منه مفروض المتبع ان احنا بنحط له طعم سام لكن ما بنحطهش الطعم السام مرة واحدة الاول بنحط له طعم بدون سام يوم واثنين اما بيعتاد عليه ويتطمن بعد كده بنحط طعم في سام فبياكل بكماية كبيرة بيموت منه اعداد من الغراب بناخد غراب يعني الغراب اعطاك انه ما بيتفهمش اللي بلغة الدم ما بيشوف حد غراب متعلق عنده ما بينزلش الغيط تقريبا يعني الغراب لو عندنا جسد غراب نعلقها نعلق جسد غراب ده الغراب ده كان مغلبني ايام ما كنت في الجيش كنت اوقف خدمة بالليل واحط فطري جنبي يسرق 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 واتخانق مع صحابي وفي الاخر اكتشفت ان الغربان هو كده فعلا حضرتك انا بنستخدم الطعم السام بالحاجة اللي مش موجودة مش متوفرة في البيئة بتاعتي يعني مثلا نفترض ان هو في بيئته فيها سمك ما نحطش سمك بيئة ما في السمك ونحط سمك صغير ونفتح القلب ونحط فيه مادة سمك بس خليكم سمك عادي الاول يومين ده الطبيعي لكن مفيش حد بيعمل كده مفيش حد بيعمل كله بيحط طم السام او بنحط له فيه طعمية او جبنة او جبنة هو كان بتسلع سنشط طمائفة وفي حاجة بقى فيه فلاح ييجي بيروح ناسر الحاجة دي في الغيط الغرب ما بيكلهاش لكن لو سبها مكان ما هو بيتغزة زي ما حضرتك قلت شوية ان هو بييجي للمكان اللي انت واقف فيه لا هو هيجي لانه معتاد ان هو ياخد من المكان ده ايوه حطها له مطرح ما بييجي مطرح ما هو كأنك انت اللي بتاكلها اه انا سعيد جدا بالمعلومات القيامة اللي حدا كدتها وكنت سعيد بوجودك انا سعيد حتى بالرصة اللي انت رصتها الاول كده عشان حتى اللي مش متخصص بس ياخد معلومة عامة حتى يستفيد بها شكرا لعلمك وشكرا لمجهودك شكرا لمجايك النهاردة نوارتنا دكتور ابراهيم خيمر رئيس قسمة بحوث افات محاصير الحقل بمحة بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية شكرا لوجودك في عندي من نوارتنا عزائل المشاهدين يارب تكونوا استفادتوا النهاردة واخدتوا معلومتين يعني يعني يعلقوا في ذهنكم كده ان شاء الله بائما وابدا بنوعاتكم في مصر الزراعية بان نقدم كل ما هو مفيد وجديد وخاص بمجال الزراع على حضراتكم ان شاء الله شوفكم الاسبوع اللي جاي على كل خير لكم مني كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة